عايز اقف معاكم مع علاقة عندنا بعض الاخبار طبعا العالمية هستنى على اخبارنا مع بلالوة ومصطفى لكن خلينا اخدكم مع علاقة بما انه انتوا عارفين انه قوانين الكورة ما بتقفش عند حد معين سواء من ناحية التغييرات في القوانين نفسها او من ناحية استحداث التكنولوجيا والاتنين دول لما تفرج حتى على اليورو وتبص على يعني بعيدا عن الكورة الناس اللي بتفق انا بركز في التفاصيل انا بحب الكورة جدا وبستمتع بيها جدا لكن بركز في التفاصيل بشوف الناس وصت لغاية فين احنا بنتكلم طبعا عن دخول التكنولوجيا وقريب جدا انتظر كمان دخول الاي اي اي او الزكاء الاصطناعي في مجال كورة القدم في مجال تحكيم تحديدا في كورة القدم لكن بص وشوف على رشاقة ومرونة واداء الحكام بص وشوف لقطات الفار اللي ممكن تاخد عندنا في ملعبنا اربع خمس دقايق وتأثر اديها على المطش بتاخد قدية عندهم انا عايزكم تشوفوا الكورة دي ونشرح هنا واحدة من الحاجات اللي يمكن تكون غايبة حاجة اسمها بكامل محيطها يعني ايه بكامل محيطها يعني كورة كلها لازم بص ممكن نوقف الكادر هنا لو انا شايف الكورة من الزاوية دي وحضراتكم تفرجوا عليها في المطش في البيت من الزاوية دي هتقول الجن الكورة دي اكيد جن بنسبة 101% مش 100% الكورة عدت الكورة جون لكن تعالوا نشوف بقى التكنولوجيا عملت ايه ووضحت يعني ايه بكامل محيطها نشوف الكورة وهي على خط المرمى ونشوف الجزء اللي ما تجوز خط المرمى حجمه قد ايه قياسا بحجم الكورة نفسها تقريبا لا يتعدى ميلي او اتنين ميلي متر وبالتالي الكورة دي اللي حضراتكم لسه شايفينها على الشاشة لم تحتسب هدف صحيح تجوز بس من الثقافة الكوروية اللي بنحاول نوصلها للناس لانه في حاجات كتيرة جدا جدا يبدو انها مش واضحة لم لمحللنا ولا لإداراتنا ولا لأجازتنا الفنية ولا لعبتنا فبنحاول ننشر ثقافة عامة يعني عشان الناس تتعلم وتعرف ايه هو الجديد في كورة القرم اشتركوا في القناة